اشتركوا في القناة اللي بيتكون منه معظم خلايا جسم الكائن الحي اما حلقتنا النهاردة ان شاء الله هتكون عن الدهون عندنا خط سير حلقتنا هنبدأ نتعرف على هذه النقاط مكونات الدهون تركبها وظائفها وطريقة الكشف عنها هنبدأ مع تركيب الدهون وما هي مكوناتها طبعا احنا عندنا معلومة مهمة جدا ان الدهون والبروتينات والكربوهايدرات عبارة عن مواد عضوية اذا هنجد انه بيدخل في تركيب جزئ الدهون نفس الزرات اللي كان في تركيب الكربوهايدرات وهي الكربون والهايدروجين والاكسجين هذه هي المكونات اما بالنسبة لتركيب جزئ الدهن الواحد هنجد انه بيتكون من وحدة جليسرول بالاضافة الى ثلاث احماض دهنية مثل ما موجود معانا في هذا الشكل هذا الجزء الاصفر ام مشار اليه وحدة الجليسرول وهذه الثلاث احماض الدهنية النقطة التالية اللي موجودة معانا وظائف الدهون هنجد انها مصدر جيد جدا للطاقة لدرجة انه افضل من الكربوهايدرات لانه جرام واحد من الدهون ممكن يمد جسم الكئن الحي بالطاقة اللي بتوصل لتسعة وتلاتين كيلو جول لكل جرام يعني تقريبا كانت ضعف واكثر قليلا من الطاقة التي يتم اطلاقها من الكربوهايدرات لانها كانت تمد الجسم فقط بسبعتاشر كيلو جول النقطة الثانية في الدهون وظائفها انها مخزن جيد جدا للطاقة ليست فقط مصدر للطاقة انما مصدر جيد جدا لتخزين الطاقة وده بسبب ان في موجود خلايا دهنية موجودة تحت الجلد في الثديات خاصة بيتم استخدامها عند الحاجة لتحرير الطاقة الامر بيتعدى ذلك ان ممكن تكون طبقة الدهون طبقة عزل حرارية مفيدة جدا في الاجسام الكائنات الحية بتعمل هذه الطبقة في الحفاظ على الحرارة داخل الجسم سواء كانت هذه الكائنات تعيش في المناطق القطبية مثل حيوان الفضل او ممكن تعيش في المناطق شديد درجة الحرارة مثل الجمل هنجد ان طبقة الدهون اللي موجودة اسفل هذا الحيوان بتحميه من برودة هذه المنطقة المتجمدة نفس الامر بنجد ان طبقة الدهون في الجمل بتحميه من حرارة الشمس الحارقة في الصحراء هذه اكثر النقاط المتواجدة في وظائف الدهون بالنسبة للحيوانات النباتات ايضا لها نصيب من وظائف الدهون لاننا بنجد ان بعض انواع النباتات الزيتية بيتم تخزين الدهون في بعض ثمرها وهذه الحبيبات الدهنية بتعمل كمصدر للطاقة اسناء عملية نمو هذه البذور امثلة كثيرة جدا منها مثلا زيت الزيتون اللي بيتم استخراجه من ثمار الزيتون عندنا زيت جوز الهند اللي بيتم ايضا انتاجه من ثمار جوز الهند وهكذا هنجد العديد من النباتات تحتوي على الدهون في بعض اجزاء من النبات هننتقل دلوقتي الى اخر نقطة في حلقتنا وهي طريقة الكشف عن الدهون الدهون معلومة ناخد بالنا منها كويس جدا انها لا تذوب في الماء احنا عارفين فعلا ان الماء يعتبر مذيب جيد جدا لمعظم المكونات ومعظم المواد لكن هناك بعض المواد لا تذوب في الماء ابدا منها الدهون او الزيوت لكن تذوب في مذيبات اخرى مثل الكحولات وهنا بنعتمد في طريقة الكشف عن الدهون عن تفاعل العينة اللي مراد الكشف عن الدهون فيها ونقوم بخلطها مع الايثانون ثم اضافة جزء بسيط من الماء مع رجل انبوب اذا حصلنا على هذا المستحلب الابيض يعني جزء كده رغوي ابيض بينفصل عن الماء اذا هذه العينة تحتوي على الدهون اما اذا كانت لا تحتوي على الدهون هنجد ان الماء بيمتزج مع الكحول امتزاج تام ويعطيني سائل شفاف بهذا الشكل باستخدام طريقة الكشف عن الدهون باستخدام الايثانون كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة اللي كنا تكلمنا فيها على الدهون احد الجزيئات الحيوية انتظرونا لحلقة القادمة ان شاء الله لنكمل حديثنا عن البروتينات اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة